توقعات الأبراج لليوم السابق عشر شباط وحتى ستة عشر شباط خلال هالأسبوع ما هيكون في عنا عيد الحب لحنقول الأبراج بالحب فقط هيك منكون عم نعكس طاقة حلوية كلها حب خلال هالأسبوع يعني منقول الحمل بالحب كيف أو شبكا صحيح؟ أول شي الحب مش ضروري للأبراج الحب لكل العالم الحب ممكن لأمك لبيك لخيك لأختيك لصديقتيك لصديقك لشخص بتحبيه عيد الحب ما يقولوا بس للعشاء كان يقولوا للعشاء لا عيد الحب لكل الحب لكل الناس طالما في ناس لازم يكون في حب بينهم في محبة هلأ بالنسبة للحمل خلينا بالحمل الحمل أكتر شي بحب كل شي على النار كل شي بدوب من النار كل شي ناري لأنه ناري يعني السوارة خاتم أي شي حلق لسرت شي برقبتها كل شي من الذهب لو فضة خلينا إذا مش قادر يجب له ذهب يمكن يكون شي جلدي بس كل شي بس معلق فيه شي أكيد يكون حديد هيدا بيجيب له الحاز وبيجيب له الحاز هول اتنين لرجال عم نحكي لرجال والستة أكتر شي بحبه هيدا وأهم شي كلمة حلوة يعني مش بس هدية وهدا كلمة الحلوة بيجي عم بقول هي غزاء الروح لما بحكيك كلمة حلوة أحسن بمئة هدية أوكي وبهالأيام ما بقى حنا بقى يمكن بينتظر هدية قد ما بينتظر كلمة حلوة لأنه السعادة لينا ما بقى موجودة به الدنيا فقدت السعادة لاحظ الحياة تحسيها صارت عملية مكنة عم تمشي بتشرب قهوة بتعدي بتحكم وتقوم بتوحي بس تحس فيه ملل ما فيها السعادة ما قاعدنا مثل أيام زمين مع أصحابنا انبسطنا بقعدتنا لاحظت كله صار مشغول فهلأ كله صار مشغول فالكلمة الحلوة تعطيه معنويات ما تعطيه معنويات بحس حاله بيقدار يطلع جبل هو قاعد على بعده محله بحس حاله طاير من فغزاء الروح هو كلمة حلوة أهم من أي هدية لكل الأبراج خلاص حنا يعطينا كل واحد مولود أكيد الطور هو من الأراض بيحب الأشياء الوردة وردة وردة حمرة بيكتفي فيها مثلا عشا بيكتفي بعشا يعزم على العشا ويقدم لوردة حمرة بس الجوزاء جوزاء بحب الصفر بحب العطور كما يكل شي من العطور هو الماي برجع من قول لهوا ونما ببرود بينزل الماي فبيحب العطور على أنواع وخاصة عطور الفرنزية ما تجيبوله عربية حتى لو كنتوا بالدول العربية بحب العطور الفرنزية إذا مخلوطة شوي بالعربي اللي بيحب العربي سرطان سرطان كمان كل شي مائي بيحبه بحب كل شي خضار ما عنده شي كمان منفت الشي العطور بتناسبه كتير بس بحب كمان العطور العربية أي عطور عربية بيحبها مولود السرطان وبحب كل شي مثلا جيبي له شغل هيك يحطه على طاولة يدلو يتذكرك أو يدلو يطلع فيها ويتذكر اللحزة اللي هدايتي فيها إن شاء الله لو فازة صغيرة لو شغلة صغيرة لو أي شغلة تحطي له إياها خاصة الرجل إذا بتجيبي له شي إذا هو عنده مكتب بتجيبي له شي مثلا إشياء على المكتب هيك يحطها حط فيها شغلة يدلو يتأملها برواز ممكن جيبي له حط فيها مثلا صورة لا إليك وإيلو يدلو يتطلع فيها مثلا الأسد؟ الأسد كمان كل شي ناري بيحبه نفس الشي بيحب كل شي ناري إشياء كمان نفس الحمل كل شي بس بيحب الأتقل هيدا غضانفر يعني ما بيمشي حال الفضة؟ لا فضة لا غضانفر يعني بيجع بيقولك إذا ما كان عريض وسميك وجنزير وهيدا ما تجيبي له يجيب له شي محريز وقلتوله كلمة ولا ما قلتوله هيدا عملي هيدا بحب يلبس ويكمل لعمله ويقول بس تانكيو أكثر من بوصل ما بيطلع لكم منه بس يلا بتكتفوا بالبوصل ما بيأثر بس جي يعني كل شي معدن إن شاء الله نحاس إن شاء الله أصدير إن شاء الله شو ما كان بس بيحب كل شي معدن وبحب الدهب كمان على أنواعه وين صرنا؟ صرنا العزراء العزراء؟ ايه العزراء كل شي كمان من الأرود الورود أصفر بحب لون الأصفر كتير بحب لون الأبيض كتير خلطوله إياه هون بحب الورود أكثر من أي شي تاني ما بيعني له للدهب للألماظ لا أي شي بس مهم الشخص اللي جاي لو إجى حتى بوردة واحدة بس بهم الشخص اللي هي نعطرته الميزان؟ الميزان ما بده شي تكتطيارة بس تعملوه تكتطيارة وتعزموه لبرا إذا كانت أمو أو بايو أو حبوا يعملوه شي تكتطيارة مع قلب كيك تجيبوه يعني أنا بحب يدلل حاله كتير مولود الميزان إذا عازمينو لبرا يحب المفاجآت كتير فيج قولة مولود الميزان تلا ما عمل اللي عم يسمعنا هلا يفاجأ أو أنا بحب المفاجآت كتير بس بحب العائلة لمة العائلة كتير بحب العقرب العقرب بحب الاشياء الحلوه ناعمة ولا كبيرة المهم يجي جاست حلو من شخص بحبه افتكر فيه أهم شي انه افتكر فيه وحبه وكمان بحب كل شي من العطور عطور فرنسا عطور أجنب عربي ما عنده اي مشكلة الكاوس نفس العقرب هول بحبه بعضهم كتير لانه ناري شو بده ناري بده شي طفي هول نفس الشي العقرب والكاوس لانه قراب لبعضهم بحبه بعضهم كتير نفس ما تكوينته تكوينته هذا ما عنه هذا ناري وهذا ما ايه العرب على فكرة عرب قوة من الكاوس بيطفيه يعني المرة اذا اخدت كاوس مرأة الكاوس مرأة العرب اخدت رجل كاوس بتسكته كلمتها ما بتصير اتنين عنده اذا هول اجتمعه اخدوا بعضه لانه بصير فيه تفاهم كتير وبحس مبسوط لما بتسكته بس ما ناله هديته لمولود الكاوس مولود الكاوس بحب كل شي كمان معدن شو ما جبتوله معدن ان شاء الله بجيبوله شي يمكن اكسبرسو مدروري شي يلبسو يمكنني يحب شي هو بحبه مكنة اكسبرسو بحب يعمل قهوة بحب يشرب قهوة بحب هيدا بحب اكيد ما نجيبوله براد يعني براد معدن بس مكنة اكسبرسو شي لشعره شي اشيه ساشوه شي من المعدن الجدي؟ الجدي بحب كمان كل شي من الارض كل شي ترابة كل شي قلوة انواع مش الاركيديه كتير بحبوه الاركيديه بحب كمان مع انه ترابة بحب الدهب ليه كمان لش ناشي ديما منقول الدهب دهب موجود بالمناج من الارض صح ولا لا فمشان هيك بحب كمان الدهب وخاصة المرأة بتحب الدهب والرجل بحب الورود هذا الفرق اللي شب تحطيلي بمكتبه تفاجئي مثلا انه مثلا شريكك حياتك شيك حياتك او مديريك ممكن تفاجئيه حاطتيلي ورد بمكتبه دلو دلو بحب الالماص بحب شيء من الاخر من الاخر بعد انه الالماص هادهب هامصر من الالماص واغلاصة كله حلو الحوت جميله ستفة مصاري ما بيقولك لا جميله صورة بس ما بيكتفي بشي رقيق بيقولك برجالك اياها يعني عنده شوية جراءة بحب الاشياء السمينة بحب الاشياء بيقولك يا بتهدي ما ايا ما تهدي عارتك كيف بس عاطفي الحوت كتير عاطفي وعلى فكرة الحوت ما بيأزي